اهلاً ومرحباً بمشاهدنا في كل مكان وهذه الحلقة الجديدة من برنامج ستوديو الرياضة اهلاً بكم اهلاً بكم يواصل المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم تدريباته في المعسكر الذي اقيم في مدينة قيصر التركية والذي سيستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي تحضيراً للتصفيات كأس العالم الأسيوية في محطتها التأهيلية والتي ستبدأ في لقاء مع المنتخب الكوري في الثاني من عيلول مقبل في ملعب سيول بالعاصمة الكورية ضمن جولة الأولى من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم في قطر 2022 المدرب الهولندي أدفوكات في سباق مع الزمن لترك بصمته التدريبية على اللاعبين عبر اسلوبه الصارم والمباشر إذ قرر استبعاد اللعب حسين علي من المعسكر التدريبي لعدم التزامه بالتوجيهات الفنية كما يحاول المدرب الهولندي تطوير المهارات الفنية للاعبي المنتخب لأقل بدني وثقافة اللعب والتكتيك إضافة إلى العمل النفسي المهم جداً للوصول إلى إداءة مستقر ونتائج جيدة هذا وكان المنتخب الوطني قد أنهى معسكره التدريبي الأول في مدينة ملقى الإسبانية والذي استمر ثمانية أيام بخوض مباراتين تجريبيتين مع ناديين إسبانيين انتهت بالتعادل السلبي يذكر أن أدفوكاد قد وجهت دعوة إلى خمسة لاعبين مختربين للتواجد في مباراتين كوريا الجنوبية وإيران وهم كل من جيستن ميرام لاعب ريال سالت ليك الأميركي وجيلوان حمد المحترف في نادي أوريبرو السويدي وفرانس ضياء بطرس المحترف في هوبرو الدنمارك وأمير العماري لاعب هالمشتاد السويدي إضافة إلى أسامة رشيد لاعب خور فكان الإماراتي ولم يلتحق جميع اللاعبين المدعوين إلى معسكري إسبانيا والتركيا وسيتواجدون قبل ثلاثة أيام فقط من مباراة منتخب كوريا الجنوبية في سيؤول في الثاني من الشهر المقبل إذن تحدي حقيقي يواجه المدرب أدفوكات لقيادة أسود الرافدين للتآهل إلى نهايات كأس العالم بعد غيابه لمدة 35 عاما فهل سيتمكن من تحقيق حلم العراقيين بالتواجد في العرس الكروي الذي سيقام في قطر العام المقبل هذا هو السؤال وللحديث عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى أستضيفه من بغداد اللاعب الدول السابق والمدرب الكروي الكابتن قصي هاشم كابتن قصي أهلا ومرحبا بك في ستوديو الرياضة المنتخب الوطني مثل ما تابعنا بدأ قبل أيام معسكرة تدريب الثاني بتركيا بعد معسكرة الأول بإسبانيا تعتقد بأن العربة تسير الآن بالتجاه الصحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لإكساد حسام وتحياتي لكل متابع مشاهدي قناة الحررة وبرنامج السيديو الرياضة الله يخليك أكيد وجود المدرب الهولند أدفوكات في هذا الوقت أنا أشوف الوقت الحارج نتمنى أن يكون هذا المدرب في فترة أضغر من هذه الفترة حتى يعرف خبايا كل لاعب يعني خبايا الفنية وحتى الأخلاقية والبيئة التي تعيش أو المحيطة باللاعبين لذلك أنا أشوف المعسكر في إسبانيا كان المعسكر جيد جدا وأنظى صورة واضحة للمدرب على كل لاعب من اللاعبين وأنا كنت أتأمل المعسكر الآخر لا يكون بتركيا حقيقة لأن الأجواء الإسبانية والتركية هي الأجواء باردة وبعيدة كل البعد عن أجواء المباراة الأولى التي ستكون مع كوريا الجنوبية في سي أول تعرف الأجواء الشرقاسية الرطوبة والحرارة موجودة كالمعتاد صحيح فكنت أتمنى أن المعسكر الآخر يكون في ماليزيا ماليزيا تكون قريبة على أجواء كوريا الجنوبية ويكون هناك مباراة تكون مع ماليزيا أو مع بيتنا يعني هذه الفرق قريبة بالأسلوب من الفريق الكوري وقريبة الأجواء من سي أول ونحن نضرب بحجر واحد أكثر من عصفور مثل ما قلت لك المستوى والأجواء تكون قريبة على كوريا الجنوبية لكن كل شيء أصبح واقع وأصبح المعسكر التركي موجود نتأمل حقيقة أن اللاعبين يتفاعلون مع عقلية وفكر هذا المدرب الكبير من أجل أنه يطبقون الواجبات التي يطيها لهم ومن أجل أنه يضمون الأسلوب تعرف قرية جماعية يحتاج لها وقت كثير من أجل أنه اللاعبين يتعودون ويقدمون ما يريد المدرب من فلسفة وستراتيجية ونظام لعب وطريقة اللعب لأنه مثل ما تعرف اختلفت عليهم الأمور من كتانيج إلى هذا المدرب الهولندي فأعتقد يحتاج وقت أطول وأتمنى أن يكون الوقت موجود إن شاء الله إذن كابتن قصي شنون تنظر العودة اللاعبين أيضا المختربين من جديد إلى صفوف المنتخب نحن لا يريد أن نقول المختربين هم أبناء العراق اللي يلعبون بالخارج أكيد أكيد هم اللاعبين المحترفين أنا أطلق عليهم وليس المختربين يعني هم كلهم عراقيين وذهبوا إلى الغربة لسبب أو آخر لعدة أسباب بالمهم كلهم لاعبين للبلد ومحترفين أعتبرهم أنا وجودهم ضروري جدا يعني أنا قلت لك كتانيج الرجل يعني ما أعرف كان يعني كان ما يقبل أنه يرجعون لأسباب ما نعرفها لحدنا نحن لحدنا لا نعرفها فوجود اللاعبين المحترفين كجيستين وجيلوان وفرانسو والمعمار يكونوا لاعبين جيدين ويعملون أضافة كبيرة للمنتخب الوطني وممكن تتأمل أنه يكونوا في المعسكر الموجود في تركيا يكونوا موجودين حتى تكون هناك صورة واضحة للمدرب على مستوى اللاعبين ويصبح هناك انسجام بين اللاعبين وبين اللاعبين الموجودين حاليا في المعسكر لكن مثل ما تعرف الأندية ما تنطيهم إلا قبل 72 ساعة وهذا سيسبب حقيقة إحراج ومشكلة للمدرب في عملية إشراكهم من الصعوبة أنه سيشرك اللاعبين لأنه مع اللاعبين الموجودين لمدة سيكون 25 يوم أو أقل فأكيد سيطيف فرصة لللاعبين الموجودين تحت عينه فأعتقد سيكون في موقف صعب أنه سيشرك اللاعبين أو لا يشرك اللاعبين الخمسة سيكونوا مقادمين من أندياتهم أكيد لظروف أو إشراكهم في الظروف أو إشراكهم في الشوطة الثانية وبقى هذه حقيقة أيام المدرب لكن يجب أنه يعني المدرب يجب أنه عنده فكرة على مستوى هؤلاء اللاعبين من خلال أشرطة الفيديو الأول أخبار أنه فرحان مستوى جستن ميرم وسبق وأن أعلن أنه من الإجحاف أنه لم يتم استدعاء هذا اللاعب في المرحلة الماضية من التصفيات بعدما كان قد لعب مع المنتخب في فترات سابقة وبطولة كأس مم آسيا التي قبلها قبل الأخيرة في أستراليا أيضا وإلى حضور مميز برأيك كابتن قصي هل ستسهم خبرة أدفوكات في إسناد المنتخب الوطني باللقاء الأول مع كوريا الجنوبية يعني أدفوكات بحقيقة من المدربين اللي حقيقة يدخل الرعب في منافسين للمنتخب العراقي يعني أنا قرأت قبل فترة أنه مارفك مدرب منتخب الأماراتي قال المنتخب العراقي الآن مع أدفوكات غير من المنتخب العراقي مع كاتانيش يعني أدخل الخوف والخلق في نفوس المدربين المنافسين وحتى الفرق المنافس لأنه مدرب عالمي مدرب سبق واندرب فرق كبيرة ومنتخبات كبيرة لذلك أعتقد خبرته وإيمان اللاعبين هذه النقطة مهمة جدا إيمان اللاعبين بقدرات هذا المدرب راح حقيقة يعني نقول لصير اقتصاد بالوقت في عملية يعني تفاعل اللاعبين مع الواجبات اللي راح يطيها المدرب وأيضا يعني هو مغرب على المنتخب الكوري ولا غرب على الساحل الآسوية هو سبق أيضا درب المنتخب الكوري ويعرف تفاصيل كثيرة على هذا المنتخب وعلى سرعة اللاعبين وانتقالهم كاد القصوى يصب مصلحة الفريق العراقي يعني عنده معرفة بخبايا الكرة في كوريا الجنوبية طيب هل من مصلحة المنتخب أنه يخوف بداية التصفيات لقائين قويين أمام منتخبين كوريا الجنوبية وإيران لو العكس برأيك طبعا العكس أكيد لا لا مصلحة المنتخب العراق أنه يلعب مع منتخبات اللي هي مرشحة أنه تكون هي تكون هي في الصدارة المجموعة تعرف أنت عندما تلعب مع فرق لبنان أو سوريا وبعدها تلعب مع منتخب كوريا أكيد راح تدرجة الصعوبة تصاعد مدرجة من فريق إلى فريق آخر والثاني لا سمح الله أنت من تخسر مع كوريا الجنوبية في بداية المشوار أعتقد تخلخل في وضع المنتخب والثقة نوعا ما تتخلخل ويصيب اللاعبين الأحباط عكس ما أنه من تلعب مع فريق بمستواقع أو أقل من عندك وفوز علي راح تدخل بثقة كبيرة وراح أيضا تتجرس أندار للفرق المنافسة نتمنى أنه ملعب مع منتخب كوريا ولا منتخب إيران وتكون هذه المباراتين فيه المباراتين الأخيرة بالتصفيات لكن القرعة حتمت على منتخب العراق الخوض في هذه المبارات هل أنت متفائل كابتن قصي بضوء المعطيات الحالية يعني الاتفائل يجب أن يكون موجود إذا رضيت أو ما رضيت يعني يجب أن يكون الاتفائل موجود وحاضر والطموح حاضر شنم أبينا نعم إذا ما تفضلت يكون موجود وحاضر الطموح لأنه بدون طموح أكيد رح ما تقدر تعمل فالمنتخب العراق حقيقة لا يقل شيئا عن المنتخبات الموجودة في المجموعة وسبق أنفزنا على إيران وعلى الإمارات وعلى سوريا وعلى لبنان يمكن الفريق الكوري هو الفريق الأصعب أنا أشوفه في المجموعة وفريق المستوى أعلى من باقي المستوى المجموعة يعني أعتقد هو يغرد خارج السرب لكن كرة القدم حقيقة لا تعرف الكبير والصغير ولا تعرف الفريق الأفضل هو دائما يفوز ولو الفريق الأفضل كان يفوز دائما لكانت البرازيل دائما يتفوز في كاس العالم لذلك كرة القدم أكيد أتمنى التوفيق للمنتخب أكيد كرة القدم إن شاء الله فكرة القدم هي من المفاجآت وظروف المباراة هي تحتم على الفريق كيف يلعب وأتمنى أنه ظروف المباراة تكون في صالح المنتخب العراق وهذا ما يتمنى الجميع إذن خلينا نروح كابتن قصي الفاصل وبعد أن نكمل مشوار هذه الحلقة إذن أعزائي المشاهدين فاصل ونعود لتكملة المشوار بقوا معنا أهلا بكم الجديد وجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج ستوديو الرياض توجهت إلى اليابان بعثة لجنة البارالمبية الوطنية العراقية للمشاركة في بارالمبيات توكيو 2020 الذي ينطلق هناك هم ثلاثاء المقبل ويستمر حتى الخامس من شهر أيلول وتتألف البأث العراقية من 38 شخصا بينهم 19 رياضيا وخمس لاعبات وأربعة عشر لاعبا وسيشارك العراق في خمسة ألعاب هي القوس والسهم وألعاب القوى ورفع الأثقال والمبارزة وتنسي الطاولة وكانت حصيلة العراق خلال الدورات البرالمبية الست السابقة 13 ميدالية منوعة فاز بها تسعة رياضيين في ألعاب عدة منذ أول مشاركة في بارالمبياد برشلونة عام 1992 وحتى آخر مشاركة في بارالمبياد ريودي جانيرو عام 2016 أعلنت إدارة إدارة ناد القوى الجوية أنها ألغت فكرة تعاقد مع البرازيلي جورفان فييرا لتدريب فريقها الكروي والتي أعلنت عنها قبل أيام وأكدت إدارة الجوية أنها تفاجأت باعتذار فييرا بشكل غير مباشر عبر موقعه الشخصي بعد الاتفاق معه على تدريب الفريق عبر وكيل أعماله ومن المقرر أن تعقد الإدارة اجتماعا لها للبحث عن مدرب جديد لقيادة الصقور في الموسم الجديد هذا وكانت إدارة ناد القوى الجوية قد فاتحت أكثر من مدرب لتولي المهمة خلف للمدرب أيوب أوديشو الذي اعتذر عن تكملة المشوار بسبب وضعه الصحي اشتركوا في القناة أرحب بضيفي من بغداد المدرب الكروي واللعب الدولي السابق قصي هاشم كابتن قصي مباشرة بعد انتهاء منافسات الموسم الماضي بدأت أخبار انتقالات المدربين تصدر الأخبار وخصوصا بالنسبة لفرق المقدمة القوة الجوية والزراء والشرطة قبل ما أسألك كيف تنظر لهذا الحراك أريد أعرف أين يقف الآن قصي هاشم وفي أي نادي ومع من سيكون في الموسم الجديد يعني بالنسبة لي طبعا أجاني أكثر من عرض من نادي القاسم ونادي كربلاء وللآن حقيقة محاسم أمري منتظر يعني نشوف الأوضاع كيف تكون نعم وإن شاء الله أختار الجهة اللي أشوف أنه وضعي أو بها مقاومات النجاح إن شاء الله أما بالنسبة لحراك المدربين حقيقة يعني العام الماضي أتمنى ما تحصل مثل ما حصلت في العام الماضي إنه تغير المدربين وتغيرت يمكن أكثر من 25 مدرب أغام أنه 20 فريق لكن يمكن أكثر من 25 مدرب تغير أكون مدربين غيره أو 3 مدربين أو 4 وصلت وحقيقة حالة خطرة وحالة غير صحية بالنسبة للفريق وإن شاهد المدربين يعني شاهد الأندية اللي غيرت أكثر الأندية المدربية شوف هي دائما ما كانت تنافس على الهبوط أو تكون في مناطق الغير آمنة ومناطق الخطرة والأندية اللي أبقت على مدربية اللي شوفت يمكن كابتن يبدو أن يحصل على بطولة الدورة الكاس بسبب يعني وجوده مع الفريق من البداية وغفتها استقرار يعني هناك وضع مستقر هو جهز الفريق طبعا رغم أنه مر الفريق بأوقات صعبة جدا يمكن خمسة مباراة الفريق حصل نقطتين في خمسة مباراة بالدوري لكن كانت رؤية الإدارة أنه يبقى المدرب وكانت رؤية واسعة وفكر كبير أنه في التعامل مع هكذا مواقف واستمر كابتن أيوب وحصل على بطولة الدوري كاس رغم أنه كانت هناك مطالب من قبل الجمهور أنه يتغير لكن أصرت الإدارة على بقائه والنتاج كانت واضحة فحقيقة أتمنى أنه الدارات الأندية عندما تختار المدرب يجب أنه تختار على أسس علمية وقاعدة واضحة وحتى ممكن أنه هذا المدرب يبقى لأطول فترة ممكنة مع الفريق لأنه تعرف أن تغيير المدربين يسبب توهان بفكر اللاعب وأصبح هناك ارتجال وعشوائية في العمل لدى اللاعب نفسه لأنه كل مدرب لفلسفة واسلوب ونظام اللاعب متغير عن المدرب الآخر فعندما يأتي مدرب آخر أعتقد اللاعب سيتأذن ويحتاج لوقت حتى يعرف ما يريد المدرب كابتن قصي مثل ما شخنا الجوية حاول يتعاقد وي جورفان فييرا من البرازيل الشرطة مدربها أجنبي نادي أربيل أيضا عدة مواسم مدربين أجانب توافدوا على قيادة فريقه الكروي كيف تنظر تجربة المدرب الأجنبي وي الأندية المحلية يعني المدرب الأجنبي يحتاج لوقت مو مال موسم مواحد يحتاج لوقت ويحتاج للمدرب أجنبي حقيقة عنده نتائج سابقة وعنده سيفي سابق جيد جدا حتى يمكن أن يستقطبوا الأندية يمكن أغلب المدربين الذي قدموا للدور العراقي أغلبهم ممكن أنه حقيقة ما قدروا أنه ينجحون لأنه استعجال الإدارات الأندية على النتائج وعدم معرفة أيضا المدرب باللاعب بشكل جيد وقراءة البيئة التي عيش بها اللاعب سببت أعتقد أقصاء المدربين الجانب من الأندية وعدم نجاحهم مع فرقهم لأنه تعرف أن المدرب المحلي متعايش مع اللاعب ويعرف عن اللاعب كل صغيرة وكبيرة في المدرب الأجنبي يحتاج لوقت يحتاج لأكثر من موسم حتى يثبت نفسه فأكثر من موسم أعتقد من المستحيل أنه الإدارات تصبر عليه عندما تكون النتائج غير جيدة فأعتقد الاستعجال في النتائج أدى إلى أقصاء أغلب المدربين الأجانب كابتن قصي أنت مع اعتماد الأندية على أبنائها بمسألة التدريب لو الموضوع ما إلى علاقة ويعتمد على المدرب المناسب بالمكان المناسب لا أنا ضد أنه أبناء النادي الآن أصبح احتراف وأصبح هناك عمل واضح أن المدرب عندما ينجح مع فريق أكيد العين ستكون كلها على هذا المدرب وتستقطب جميع الأندية فأنا أرى أن المدرب المناسب في المكان المناسب والمدرب الذي ينجح أنا حقيقة يعني العام الماضي شاهدنا مدربين الفشلوا في أندية واستقطبتهم أندية فأنا حقيقة يعني معرف كيف استقطبوا هؤلاء الأندية المدربين الذين لم ينجحوا مع أندية واستقطبتهم أندية أخرى فأتمنى حقيقة أنه الأندية تعطي مجال وتعطي فرصة للمدربين الآخرين وخاصة كانت هناك موجة من مدربين الشباب الجيدين الذين نجحوا مع فرقهم أتمنى أنه يعطون فرصة أتمنى من الاتحاد أنه يطلع قرار أن المدرب ميصر يدرب أكثر من نادي في الموسم حتى تكون هناك فرصة وعدم مداورة بين المدربين على الأندية وجلوس مدربين آخرين ينتظرون الدور ما لهم إن شاء الله نتمنى التوفيق لكل فرق كل الأندية للمدربين اللي لاعبين في موسم كروي جديد حافل بالإبداع ونتمنى لك التوفيق ونجاح كابتن قصي وإن شاء الله نلتقيك في مرات مقبلة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا سعيد حفظ شكرا رحلتنا وصلت إلى نهاية المشوار لكم مني ومن أسرة البرنامج أجمل تحية ونتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة في أمان الله شكرا جزيلا